معنا من بغداد سيد أحمد الأبيض المحلل السياسي مرحبا بك سيد أحمد يعني برأيك لماذا أخذت قضية أفراح شوقي هذا الصد الكبير تفاعل داخلي تنديد خارجي وصل إلى مستوى اليونامي نددت بهذا الموضوع مع العلم أن هناك حالات اختطاف حصلت قبل أفراح شوقي كجلال الشحماني الذي اختطف من بغداد قبل سنة تقريبا من المظاهرات وإلى الآن لا يعلم مكانه برأيك لماذا أخذت هذا الصد الكبير مساء الخير لك القضية هذه بها بعديا الأول كونها أمرأة يعني عراقية آمنة في دارها والثاني هي صحفية تعمل في صحيفة كانت قد اتهمت هذه الصحيفة قبل أكثر من شهرين في مناسبة زيارة الأربعين عن تقرير بثة أو نشر على جريدة الشرق الأوسط كان يتعلق بمسألة اعتبرت إهانة للمقدسات ولمكون من الشعب العراقي هذه القضية يعني أثارت الجمهور الواسع من الإعلامين والصحفيين فقاموا بالتنديد وقاموا بمطالبة الحكومة واتخاذ إجراءات لازمة لحماية الصحفيين وإطلاق صراح العلامية أشواق هذه واحد الثنين الأمم المتحدة الحقيقة في هذه المسألة بالذات تعتبر نفسها يعني يجب أن تلعب دور أكبر من دور المطالبة والتنديد بالأعمال الجرامية العراقية التي تحصل في العراق ولذلك هاي البعدين يعني شكلت ورقة الضغط ولكن لا أعتقد أنه هي شكلت ورقة الضغط على فيما إذا كانت في عملية اختطاف نحن لحد الآن ما متأكد لدينا هي اختطاف أم اعتقال إذا كنا نتحدث عن اختطاف فالجهات الخاطفة هي جهات إجرامية لا تلتزم ولا تنصع أو تنصت إلى النداءات سواء كانت من أي جهة ولكن على ما يبدو وفقا للحديث التي تحدثت به الزميلة أشواق اليوم في مؤتمر الصحفي قالت هي جهة حكومية طيب سيد أحمد وذلك يجب أن يتبين هذا الأمر بشكل واضح لكن فعليا رئيس المرصد العراقي للحريات هادي جلو قال أن هناك صفقة تمت بين العبادي والخاطفين على أن يفرج عنها بدون أن تتكلم عن شيء يعني هذا الكلام خطير جدا بسمح لي إذا هو خاطفين فرئيس الوزراء عند قدرة للوصول لهم يعني أشواق ما احترامنا لها زميلة وكذا فما حال الذين تم تصفيتهم قبل أسبوع تم تصفية صبي عمره 13 سنة وهو من منطقة رئيس الوزراء من الكرادة فلماذا لم يقوموا بالوساطة لا هذا الكلام الحقيقة يجب أن يرد علي رئيس الوزراء إذا أكو صفقة مع خاطفين هل ستقول لي جهة حكومية أقول لك يجوز رئيس الوزراء تدخل لدى هذه الجهة الحكومية باعتباره وقاة عام وزير الداخلية هذا على لسان رئيس المرصد سيد أحمد لكن كمراقب لشان العراقي هل كنت تتوقع أن يفرج عنها بهذه السهولة بهذه السرعة والله أنا من اللحظة الأولى أنا من اللحظة الأولى أتوقعت أن يتم إطلاق صراحة الحقيقة لماذا؟ ولذلك علينا أن نفهم القصة ولماذا تكتم حتى اليومية ما تحدثت حتى وزارة الداخلية ما تحدثت أكو شيء بالأمر الحقيقة أما أن تكون جهة سياسية قوية في البلد قامت بهذا العمل لأحراج حكومة العبادي خصوصا بعد أن شهدنا مسلسل من الخطف والتفجيرات في الأسبوعين الماضيين أثر بشكل كبير حتى على معارك الموصل ويبدو أن هذه الجهة السياسية تريد هذا الموضوع أو لا الحقيقة الحكومة يعني الأجهزة التنفيذية في الحكومة الأمنية قامت بإجراء ولم تعتقد أن هذا الإجراء سوف يكون له ردة فعل كبيرة بالشارع وعلى مستوى الإعلام لذلك بالحالتين بالحالتين يجب أن يكشف للرأي العام هذا الأمر لأن هذا قد يشجع المجرمين غدا أيضا على أن يقوموا بأي عملية وبالتالي يتم التسوية معهم بصفقات هذا من جانب أفرح شوقي سيد أحمد بشكل عام الوضع الأمني برأيك لماذا تأجج وصار يضرب بوتيرة سريعة في بغداد هل بسبب الضعف الاستخباري داخل العاصمة أم بسبب انشغال القوات الأمنية ربما بمقارعة داعش شوف الأمن في بغداد لن يستقب طالما ليست هناك وحدة موضوع بالجانب الأمني وتعدد الحقيقة مراكز قوة سياسية وتعدد مراكز قوة أمنية وتقاطع سياسي كبير الكل يريد يسقط بالكل ورئيس الوزراء أمس لم يكن واضحا جدا ولكن أشار بإشارات واضحة أنه جهاز سياسية محددة ومعروفة يبدو بالنسبة له تقف خلف هذا التصعيد وهذه جريمة كبرى الحقيقة يجب أن لا نعود إلى نفس المسلسل قال بأن التفجيرات تحمل بصمات سياسية لا نعود إلى نفس المسلسل يقول سلفه كنت أعلم ولكن أخاف على العملية السياسية تنهار هذا الأمر ليس نزهة هذه دماء العراقين بالحديث عن العملية السياسية وهذه الخلافات السياسية لو ننتقل إلى الجانب السياسي الآن هناك اتهام مباشر من قبل التيار الصدري للمالكي بالفساد والتغطية على المفسدين ودعوة إلى تغيير الوجوه السياسية وهي دعوة قديمة جديدة كيف ترىها؟ هذا الأمر ليس جديد على العراقيين وليس به براعب في مضوع كشفه أنا أقول كتلة التيار الصدري تمتلك ربع التحالف الوطني تقريبا عليها هي أن تقوم بدورها أما أن تخرج بشكل نهايي من التحالف وتشكل كتلة معارضة حقيقية في البرلمان وعند ذلك تستطيع الحقيقة استجواب وسحب وحالة من تريد من الفاسدين على شرط أن يكون المحاسبة والاستجواب وفق قواعد سياسية وقانونية حقيقية وليست لأسباب سياسية هذا الأمر على التيار الصدري برايك لماذا لم يقوم به إلى الآن؟ لماذا لم يفترق عن التحالف الوطني إلى الآن؟ رغم كل الاتهامات لا أعتقد الحقيقة أنه يكون قدرة الآن في الدولة العراقية لأنه الكل متورط سيدتي الكل متورط ومبدأ ما بين قوسين غطيلي وغطيلك هو هذا المبدأ السائد والكل رغم ما تسمعي في الإعلام من خلافات فيما بينهم ولكن في آخر النهار يتفقوا على أنه يجب أن لا نترك فرصة لأن يسقط أي أحد من الفاسدين والطغات يعني برأيك هكذا تهمات لن تؤثر على داخل التحالف الوطني وأيضا لن تؤثر على التسوية التي بادرة بها التحالف ورقة التسوية ما فهمت السؤال جيدا يعني ليس هناك خلاف حقيقي داخل التحالف الوطني برأيك ما بين التيار الصدر وباقي مكونات التحالف لا لا أكو اختلاف في وجهات النظر تنعكس كأنما في الإعلام وكأنما هو خلاف ولكن هناك اتفاق بين الكل السياسي سواء في التحالف الوطني أو خارج التحالف الوطني على النحن الذي نقود هذا المركب سواء هذا المركب سوف يغرق أم ينجو ولا ندع فرصة لأحد آخر أن يزاحمنا في ذلك وما تسمعي الحقيقة هو اتفاق يعني اتفاق على أن يكون الخلاف ظاهرا ولكن في حقيقة الأمر هناك تسويات تجري بين الحين والآخر وما تشوفي من صراع الآن هو اختلاف على الحصص وعلى المنافع ليس إلا مجلس محافظة صلاح الدين يهدد بتدويل قضية عودة النازحين بسبب رفض الميليشيات لعودتهم إلى أي مدى هذا الأمر برأيك سوف ينجح ويعيد النازحين إلى بيوتهم شوفي قصة النازحين قصة كبيرة الحقيقة وهي أيضا خاض على المتاجرة الأسف اللي تجري في البلد يعني تاجرون بالدماء تاجرون بحاجات الناس تاجرون بكل شيء والأسف الشعب العراقي يعني لا زال لديه يعني هل هناك قابلية للتجويل برأيك أم أن هذا أمر مستبعد لا حد يستطيع يحل هذا الأمر إلا الشعب العراقي لما صار الحراق قبل أكثر من عام كثير من الفاسدين هربوا لكن للأسف استطاعت قوة الشر أن تلتوي على هذا الحراق وتسحبه باتجاه الآن فرصة أمام الشعب العراقي أن يكون وعي مصيري حقيقي وليس وعي إعلامي مع احترامنا الإعلام هذا الوعي المصيري يجب أن يعرف فعلاً ما يحصل في العراق من تدمير وقتل طائفي وما شابه ذلك وصراعات بخدمة من؟ هل تخدم الشعب نفسه؟ الشعب بالتأكيد مضرور لذلك النازحون هم يمثلوا الحقيقة الواجهة العليا للسوء الذي حصل في العراق والمتاجرة بهم من أبناء جلدتهم هي الأخطر طبعاً وهناك الحقيقة من يساوم على عودتهم فيضغط ولا يسمع لهم بالعودة وأعتقد أن الأمم المتحدة مشلولة في هذا البلد وأن الورع السياسي في العراق سيء إلى الدرجة الذي لا ينتبه لهذه المسألة شكراً ومعجزة لا أدريها سيئن كانت أحمد الأبيض المحلل السياسي كنت معنا من بغداد شكراً جزيلاً لك